اشتركوا في القناة وحب كذا مر وبيكون جي طالع الشركة علشان يقبل المديرة هي وبيسأل عليها بتقول السكرتيرة انها بتستعد علشان تسجل ما قبلها وبتدخله ويستنيها في المكتب بتاعها وبنروح لهي وبتكون بتجهز للبرنامج وبتيجي كي صاحبتها والمزيعة بتاعت البرنامج وبتدخل تتكلم معيها قبل ما يسجله وبيكون اليوم دعيد ميلاد هي وبتكون كي جايبالها هدية وبتقول لها كمان ان زوء اللي كانت معجبة بزمان رجع البلد قريب وبتدبست هي جدا وبتروح على مكتبها وما بتاخدش بالها ان جي موجود وبتقعد تكلم نفسها قدام المرية على انها بتكلم زو لما يرجع من السفر وبيرخم عليها جي وفبتسأله هو مين وازاي دخل هنا فبيقول لها اسمه فبتفتكر انه ابن صاحبة الشركة وانه مش بتاع شغل ومام توسطها انها تعلمه كل حاجة عشان يبطل لعبة ويشيل المسئولية وبيكون كي شايف نفسه عليها فبتقوله انها من النهاردة مديرته ولازم يسمع كلامها وينسى انه ابن صاحبة الشركة فبيقعد التاريق عليها وبيقول لها ازاي هي سنجل وبتكتب مقالات عن الحب والعلاقات فما بتعرفش ترد وبعدها بتاخده وتروح للتصوير وبتعمل البرنامج فبيدخل وبيعمل كومنتيت على البس المباشر وبيعرف الناس انها سنجل رغم انها بتكتب وبتحل المشاكل العاطفية فبتتعصب منه هي وبتقول قدام الناس انها تقدر تدخل علاقة مع حد في خلال ثلاث شهور بس وبيكون جي بيتحرك في المكان فبيدوس على الكابل وبيقطع البس وبيدايقها اكتر وبتروح المكتب تزعقله فبيقول لها تعاقبه وترفده فبتقوله ان عقابه هيكون انه يفضل في الشركة طول ما هي موجودة وما يمشيش غير لما هي تخرق وكل الناس بتمشي الا هو وبيفضل مستني هي ولما بيزهق بيقرر انه يخوفها علشان تنزل وبيعمل ان فيه عفاريت في الشركة وبتخاف هي لكنها بتكتشف انه هو اللي بيعمل كده في الاخر وبتزعقله وبتقوله انها هتشغله اكتر من الاول وبعدها بترجع هي البيت وبتقعد تحتفل بعيد ميلادها لوحدها وهي متدايقة وبيكون جي في بيته وبيلاقي الباب بيخبط وبيفتح بيلاقي حد سايبله كيك قدام الباب فبياخده وبياكله وبعدها بيقرأ انه جاي لحد تاني وبيطلع انه جاله بالغلق وبينزل علشان يديل صاحبه اللي المفروض في الدور اللي تحته وبيطلع فيه ساكنة وبيتصدم لما بيشوفها وبتعرف ان دي الكيكة اللي مموتها كانت بعتها ولما بتفتحها بتلاقيها متاكلة وبتتدايق منه اكتر فبيقرر جي انه يعوضها وبيقعد يحتفل معيها وبعدها بيطلع بيته وبيكون متدايق انها هتقابله في الشغل والبيت كمان وديني يوم بتكون هي في المكتب بتعمل احصائية علشان تشوف هي هتقرب من مين وتحبه علشان توفي وعدها للجمهور وبتحط كل الاختيارات المتاحة قدامها وبتفكر في جي لكنها بترجع في تفكيرها ده وبتكمل شغلها وبتخرج برة ما بتلاقيش جي فبتتعصب لانه متأخر على الشغل وبتدخل تكلمه وبيكون راح تعالينه وما وبيقول لها انه هيجي بسرعة وبعدها بتحضر له شغل كتير جدا وبتقول السكرتيرة تديهوله يعمله ولازم يخلصه النهاردة وبتروح البنت تديهله الشغل وبيكون لازم يوزهه على الشباب فبياخده وبيروح جامعيته اللي مشهور فيها وبيخلصهم كلهم وفي الوقت ده بتكون هي عند مختصة علاقات علشان تساعدها تختار حده علشان تكسب الرهام بتاعها وبيشوفها جي في المكان فبيدخل علشان يعرف هي بتعمل ايه هنا وبيقضي تصنت عليهم وبيسمع المصفات اللي هي كدها وبيقول للبنت انه بيدور على واحدة بنفس المصفات دي وبيعمل نفسه انه شوفها بالصدفة فبتقول هي انها عايزة تقيم المكان بما انها استشارية علاقات وبتتوه على موضوع انها بتدور على حد ترتبط بيه وبتخرج من المكان وبيقول لها جي انه ممكن يساعدها تكسب التحدي بتاعها فبتتريق عليه وبتسيبه وتمشي وتاني يوم في الشركة بتكلفه هي بحاجة جديدة في الشغل وما بيكونش عارف يعملها ازاي فبيكلم حدا من صحابه علشان يعلموا الشغل بتاعه ده وبيقول لزميلته انه خلص شغله وبيمشي وبيروح على المستشفى وبيقابل هناك مامته وبابا وبتقول له مامته انه يلتزن في الشغل معه هي علشان يتعلم الادارة ويقدر يمسك الشركة وبتمشي بعدها وبيروح هو لقودة اخوه واللي بيكون بقله فترة في المستشفى بسبب حدثة عملوها سواء وبيقعد يتكلم معه ويطلب منه ويفضل يحارب لحد ما يرجع لهم وتاني يوم بيكون في الشركة وبتسأله هي على الشغل اللي طلبته منه فبيوريها الشغل اللي صاحبه عمله له وبيعجبها فبيكلم صاحبه وبيقوله انهم ينزلوا يحتفلوا وبتكون هي قاعدة على الموبايل وبتلاقي الشغل اللي سلمهولها جي على النت وبتكلمه علشان تفهم منه لكنه ما بيردش عليها وبتعرف مكانه وبتروح تدور عليه واول ما بيشوفها جي بيجري لكنها بتشوفه وبتجري وراء الحد ما بتلاقيه وتزعقله على اللي عمله وانه ما عملش الشغل بنفسه وبتخليه روح الشركة علشان يتعلم يعمل الشغل بنفسه وبيروح يعود مع زميله علشان يعلمه الشغل وبيفضل في الشركة طول الليل وبينيم لحد ما بتيجي هي الصبح تصحي وبالليل في البيت بينزل لها جي وبيكون عمل لها اكل وبيعتذر لها عن اللي عمله وبعدها بيقعدوا ياكلوا سوا وبتكون الحلفية بايزة وبيقوم جي يخسل ايده فبتغرقهم هما الاتنين وما بيعرفوش يسيطروا عليها وبتكلم هي حد ييجي يصلحها بسرعة وتين يوم بيروحوا الشركة وبيكونوا في اجتماع وبعد ما بتخلص بتقول لها صاحبتها كي انها عاوزة تيجي تسهر معاها النهاردة وبيكتمعوا في البيت عندها بالليل هي والسكرتيرا وبيتعاشوا سوا وبيقعدوا يتكلموا وبيباتوا عندها وتين يوم بتقرر كي انها تخترها اللبس اللي هتنزل بيه وبتلبسه وبتنزل للإفنت اللي عامله الشركة وبيكون عبارة عن شباب وبنات بيتعرفوا على بعض واللي ترتحلوا البنت تديلوا الوردة اللي معيها وتحدى جي هي ان حد يرضى ياخد وردتها وانه هيجمع ورد من البنات اللي موجودة كلها وبيبتدي التحدي وفعلا بيجمع جي ورد كتير وهي ما بيكونش حد رد ياخد وردتها وبييجي جي وبيترق عليها وهو بيكلمها وبيبعت لها زور سيلة انه في المكان والإفنت عاجبه فبتسيب جي وبتطلع تقبل زو بسرعة وبترحب بيه وبيطلع جي وراها ولما بتعرفهم على بعض بيفتكر لما كانت بتكلم نفسها قدام المراية فبتبرق له علشان يسكت وبتستأذن من زوه وبتمشي وبعد اليوم ما بيخرص بيتحايل عليها جي انه يوصلها وبتركب معي وبيوصلها للبيت وبيقترح عليها انه يكون حبيبها ويكسبها تحدي تلت شهور مقابل انها تسيبه ما يشتغلش وتقول لمامته انه كويس وبيشتغل لكنها ما بيعجبهاش العرض وبترفض وتزعق له وتسيبه وتبشي وبتطلع البيت وبتعود تفكر في زوه وتاني يوم بتروح الشغل وبتدي الجي شغل كتير جدا يعمله وبعدها بيروح يعود مع صاحبتها ويخليها تحكيله عن هي وحكايتها مع زوه وبالليل بيروح لها البيت وبيكون جايب لها لبس وبيقول لها ان ده هتلبسه وهي خارجة معاه في ديت بكرة وبيقناعها فعلا تخرج معي وتاني يوم بتلبس اللبس وبيخرجه فعلا وبيركبها معاه المتسكل بتاعه لكنهم لسه مراهقين وبياخدها وبيروحوا المدرسة اللي كانت فيها ايام سنوي وبيعودوا يتكلموا ويقضوا اليوم هينك وبتفتكر ذكرياتها ايام المدرسة وبياخدها وبيوقفوا عند السور وبيقعد يزعع انه معجب بيها وبتطلب منه يسكت لكنه بيفضل يعالي صوته اكتر لحد ما بييجي الامن وبياخدها جي ويجري منهم بسرعة وبيرجعوا البيت وبتلاقي ان صاحبتها كيف مشكلة ومنتشر عليها اشعات فبتكلمها وتتطمن عليها وتاني يوم بتروح الشركة وبتقعد تتكلم مع جي علشان يلاقوا حل لصاحبتها لانها بتمثل وجهة الشركة بتاعتها ولازم تساعدها لانها صاحبتها وفي اخر اليوم بيرجع جي البيت بيلاقي حبيبته القديمة رجعت من السفر ومستنيها وبتقعد تتكلم معاه وتشده وهو بيكون مش طيقها وبيعملها وحش وتاني يوم في الشركة بتقعد هي معكي وبتقول لها كي انها اتطلقت من جزها بسبب الاشعات اللي طلعت عليها دي وبتوسيها هي وبتقول لها انها معاها وجنبها وتاني يوم بيكون جي في الشركة وبيتكلمه صاحبه اللي ساعده في تصميم قبل كده وبيقوله انه رجع الصين وانه تحت في الشركة وبينزل يقابله وبيحضنه وبيقوله انه وحشه وبعدها بياخده وبيروح يتضرب على زباق الموتسيكلت زي ما بيحب وبينروح لكي وبتكون مكتائبة وبتكل كتير بعد طلقها وبتروح لها هي وبتحاول تكون دايما جنبها وتوسيها وبعدها بترجع البيت وبتقعد تفكر ازي تنتقم لصاحبتها من جزها الظالم ده اللي طلقها وبتعرف انه بيعمل جلسة مساج في مكان وبتروح له وبتضربه وتنتقم لها وبتتفجئ ان اللي هي عملت فيه كده جي وبتتأسف له وبتقوله انها كانت فاكرة جوص صحبتها وان المفروض دي القضاء اللي متعود يعمل فيها وبتحكيله وبعدها بتحاول تشيل الكلمة اللي كتبتها على ظهره بالقلم وبعدها بيروح جي يتضرب على السباق زي ما متعود وبيلاقي ان حبيبته القديمة جات له وبيحاول يتجنب معها الكلام وبيتكلم مع الكوتش بتاعه وبالليل بتكون هي في حفلة تبع الشغل وبتكون متشيكة جدا علشان تشوف زو وبييجي وبتكون مبسوطة جدا لكنها بتلاقي معها واحدة تانية وبتتدايق جدا وبتبعت رسائل الجي وبتفضل تشرب لحد ما تذكر في الحفلة وبييجي يجيب سرعة وبياخدها علشان يوصلها للبيت وبيروحوا البيت وبتفضل تشرب اكتر وبيقعدوا يتكلموا وبيقولها جي انها قالت له انها مش عاوزة تتعلق بحد بس هي فعلا متعلقة بزو وبتذكر علشان شافته مع حد تاني وبتقعد طعايت وبتنام على كتف وبنروح لكي واللي بتطلع لايف لمتابعينها هي وجوزها وبتقول انهم رجعوا لبعض وبعد ما بتقفل لايف بياخد جوزها حاجة ويمشي وبيطلعوا ما رجعوش ولا حاجة وبتديروا كل حاجته وبعدها بتروح كي تقعد مع هي وبتحكي لها عن اللي حصل مع جي وانها فائت لقاته معها النهاردة وبتقول لها كي انها شكلها كده حبته فبتنكر هي وبتقول لها انه اصغر منها واكيد مش هتفكر في كده وبنروح لجي وبيكون رايح يزور اخوه في المستشفى وجايب له ورد وبيقعد يتكلم معاه وبيحكيله عن هي وقد ايه هي حلوة وطيبة وبعدها بيروح الشركة وبيكون جاي بالقهوة اللي هي وبتكون متضايقة انه جي متأخر على الشغل وبتديله الشغل الجديد بتاعه وبيطلع العميل هو زو ومحتاج استشارة عطفية فبيقول لها جي انه دي فرصتها انها هتقرب منه فبتقوله يسيب لها الفايل ويمشي وبعدها بتكلم صحابها وبتقولهم انهم يتجمعوا عندها بالليل وهم قاعدين بينزل جي لها بسرعة وبيقول لها ان حبيبته القديمة جيله وهو مش عاوز يشوفها فهيفضل عندها فبتمشي صاحبتها وبتسبهم وبيستنى عندها لحد ما البنت تمشي وبعدها بيقعد يتكلم معيها وبتقوله ان حد طلب انها تخرج معي في ديت وبيقعد يدربها تتعامل ازاي وتاني يوم بتنزل الديت مع زو لكنها ما بتعرفش تعمل حاجة من اللي جي قالها عليها وبيخلص الماعات بتاعهم وبيروحها للبيت وبيقول لها انه هيعزمها معي لفرح واحد صاحبه وبيوضعها ويمشي وتاني يوم بيكون جيم استنيها عند الشركة واول ما بتيجي بيديها القهوة بتاعتها وبيسألها عملت ايه مع زو لكنها بترفض تقوله حاجة وبتقوله يروح على شغله وبعد ما بيروح لمكتبه بيلاقي المديرة بتاعته بتعرفهم على زميلتهم الجديدة وبيطلع انها حبيبته القديمة وبيتصدم لما بيشوفها ويعرف انها تشتغل معي وبياخدها يتكلم معيها وبتقوله ان ده عقابه لانه كان بيهرب منها وعملت كده علشان يبطل يهرب وبعدها بيمشي بسرعة بالموتساكل بتاعه علشان المستشفى بتكلمه وبتقوله ان اخو تعبينه لازم يجيله وبيكون في العمليات وبيخرج الدكتور يطمنه عليه ويقوله انه بقى احسن وبيدخله وبيقعد يتكلم معيه وبعدها بيروح الشركة لانهم بيكونوا عندهم اجتمع وبعد الشغل بتروح هي للسينما وبتدخل تتفرج على فيلم لوحدها وبعد ما بتخلص الفيلم بتتفاجئ ان جي موجود في المكان هو كمان وبيتفرج على الفيلم وبعدها بيخرجوا مع بعض في المون وتاني يوم بيروح يشكر مامته انها خلته ينزل الشركة وانه مبسوط جدا وبعدها بيروح الشغل وبيخلص اليوم وبيكونوا استني هي تخلص علشان يمشي معيها لكن حبيبته القديمة بتفضل قاعدة معيه وبيعمل نفسه تعبين علشان تمشي لكنها بتصمم انهم يروحوا يأكلوا سوا وبتتحجج بان التعب ده من قلة الاكل وفعلا بيروحوا مطعم وبيعودوا مع بعض وتاني يوم في الشركة بيكلم زوهي وبيطلب منها يروحوا يلعبوا جولف وبتفضل سرحينها وبيشوفها جي وبيسألها مالها فبتقولوا انها هتخرج مع زو لكنها ما بتعرفش تلعب وبتطلب منه يعلمها جولف وبيقول لها انه هيعلمها بس بشارت انها تدي عربيتها يخرج مع صاحبته وبتوافق علشان يعلمها وبعدها بينزلوا بيوديها المكان اللي بيسوق فيه موتسيكليت وبيحكي لها قصة اخوه الحدثة وبعدها بياخدها على مالعب الجولف وبيبتدي يعلمه ويتاني يوم بتروح مع زوه بتلعب كويس جدا وبينبهر بشطارتها وبعد ما بيخلصوا بيلاقوا جي جي هو وحاببته القديمة علشان كان غيران وعايز يشوف هي وبالليل بيروح جي خبط عليها وبياخدها يتعاش برا وبيتكلمه وبيقعد يحكي لها ازاي عارف حاببته ويتاني يوم في الشركة بتطلع هي تدور عليه علشان بتكون عاوزة منه شغل وما بتلاقيهوش وبتقول لها حاببته انه رح يجيب لها شاي فبتتعصب هي ولما بيرجع بيدخل لها فبتتخنق معاه بحاجة انه سايب الشغل ورايح يجيب شاي لحاببته وبيتأسف لها وبيطلع يكمل شغله وهو متدايق وفي اخر اليوم بتتأسف له هي وبيروحه سوا وبتحس انه بقى قد المسئولية وركز في الشغل وبالليل بيروح جي عدي على هي في البيت وبيديلها هدية زرع لانها ساعدته وخلت مامته تصق فيه وبيشكرها وتاني يوم بيكون الفلانتين وبتروح هي الشركة بتلاقيهو سايب لاها هدية على المكتب ولما بيعرف جي بيتدايق جدا وبتكون حبيب جي القديمة وزو متفقين مع بعض انهم يعملوا كده علشان يبعدوا جي عنها ويرجع على حاببته وبعد الشغل بيفضل جي وهي في الشركة وبيساعدها في نقل حجة وبتقع لوحة على قديها فبتكسرها وبيروحوا المستشفى علشان تعليجها وبتستغرب ان جي معاها وما خرجش مع صاحبته وبيفضل جي واخد باله منها طول ما هي مكسورة وبيساعدها وبينزل يعمل لها الاكل بتاعها ولما بيعرف زو انها تعبانة بيروح يزورها في البيت وبيجيب لها ورد وهدايا كتير وبيجي جي وزو عندها وبيتدايق اول ما بيشوفه لكنه بيدخل علشان يفضل معاه وما بيسيبهمش لوحدهم وبيخلي زو هو اللي يعمل الاكل وبيقعد هو مع هي وبتدايق هي من تصرفاته مع زو وبعدها بيقرر زو انه يمشي وبتنزل معاه يتوصله وبيغير جي فبيفضل كل شوية يكلمها علشان ما يخلهمش يتكلموا مع بعض لحد ما بتدعقله هي وما بتردش عليه تاني وبتتمشى مع زو توصله لعربيته وبعدها بتطلع البيت لجي وتيني يوم بترجع هي من الشغل وبيكون الأسانسير بايز والدنيا بتمطر وبتطلع على السلم وبتيجي تفتح الباب بتلاقي انها نسيت مفتاحها في العربية وهتضطر تنزل تاني وهي نزلة السلم بتقابل جي بيقولها تيجي تقعد عنده لحد ما المطر يهدى وتنشف نفسها وبتنام عنده لحد الصبح وبيتكلم وهي نايمة انه وعدها انه يساعدها توصل لزو لكنه ندمان دلوقتي واول ما بيتحرك من جنبها بتفتحينيها وبتطلع انها صحية وسمعي وبتعرف انه بيحبها وتاني يوم بتصحى بتلاقيه مش موجود لكنه بيكون مجهد لها كل حاجة قبل ما تنزل على الشغل وبتروح الشركة بعدها وبعدها بتطلع الشركة رحلة وبيطلع كل التيم وبتكون حبيبي جي طلع على أمل انها ترجع علاقتها معاه وبتكون قيلة لزو كمان انه ييجي علشان يكون مع هي ويبعدها عن جي وهم في المركب بتقع هي في المية وبينزل بسرعة جي علشان ينقذها وبتطلعها على الشط وبيطمن عليها الموظفين وبتغير هدومها وبيكملوا رحلتهم وبيكون زو وصل وبقى معاهم وبيحاول جي انه يكون معاها ويبعدها عن زو وبيخبي موبايلها ويقفلوا علشان زو ما يكلمهاش وبيخرج هو معاها وبيخدها وبيروحوا يعودوا على النهر وبتشكروا هي انه انقذها الصبح من الغراء وبيعودوا يتكلم لحد ما بيلقوهم زو حبيبة جي وبيفضلوا معاهم وبيكملوا خروجتهم مع بعض وبياخدها زو لمكان لوحدهم وبيعترف لها انه عايوز يكون معاها وبيسمعهم جي وبيتضايق جدا وبتتردد هي في الرد وبييجي الموظفين ياخدوها علشان يروحوا يشربوا مع بعض وما بياخدش زو منها رد وفي الخروجة بيفضل جي يشرب كتير جدا لحد ما بيذكر وبيقوم علشان يرجع قطو وما بيكونش قادر فبتروح وراه هي وبتاخدو توصلوا لقطو وتاني يوم بيصحب يلاقي ورقة واقعة من هي في قطو وبياخدها وبيقابل هي على الفطار فبتسأله عليها وبيدها لها وبيلاحظ انها مهتمة بالورقة دي جدا وبيتضايق لما بتشدها منه وبيتقال في الشركة ان هي كانت عندي يجي في القوضة وبيطلع إشاعات ولما بتسمعها لي حبيبي جي بتتضايق وبتدخل تتخانق مع هي في مكتبها لكن جي بياخدها يطلعها بره ويتكلم معيها وبيقول لها انها ملهاش دعوة وانه ما بقاش معها ولا بيحبها وبتتضايق لي من كلامه وبتسيب وتمشي وبيخرج جي بعد الشغل وبيروح لأخوه المستشفى وبيقعد يتكلم معايا وبيحكيله عن هي وبيقوله انه قرر يعترف لها بحبه وبيقوله انه متوتر جدا وبيقعد يتدرب معاه وهيصرحها ازاي وتاني يوم بيزبط مع صحابه انهم يجولوا الشركة بالهدايا وبيفضل لحد ما الناس كلها تمشي وبيدخل لها علشان يتكلم معها وبيكون صحابه مستنينه بره وبيخدها على قوضة الاجتماعات وبيعمل لها المفاجأة وبيصرحها بمشاعر لكنها برضه ما بتدلوش رده بتقوله انها محتاجة وقت علشان تفكر كويس وبتخرج من القوضة وبيزعل جي وبيروح البيت لصحابه وبيحكي لهم على اللي حصل وبيعود معاه وبنروح لهي اللي بتروح تحكي لصحبتها وبتقول لها انها محترة تختار اي واحد فيهم فبتقترح عليها صحبتها انها تعمل لهم اختبارات الابلكيشن بتاع شركتها وتشوف انه واحد اقرب لها ويكون مناسب لها وبتبتدي انها تعمل كده فعلا وتحط لهم سكور وبيجي زو جايب لها فستين علشان تحضر بيه الفرح اللي عزمها عليه وبيدهولها ويمشي وبيطلع جي شوفها وهي لابسها وبيديلها جز ما كان جايبها لها وبيقول لها انها هتليقى عليه جدا وبيخليها تجربها وبتبتدي المنافسة بينهم علشان حد يكسبها وتاني يوم بتروح الفرح مع زو وطول ما هي معاه بيكون جي متضايق جدا لحد ما بيتقرر انه يلبس ويروح لها وبتتفاجئ هي بيوجوده في الفرح جدا وبيفضل معهم كل ما يروحوا مكان لحد ما الفرح بيخلص وتاني يوم بياخدها جي لحفلة مع صحابه يعوموا فيها ويرقصوا على البسين وبتزهق هي وبتمشي وبيفضل جي لكنه بيقعد يفكر فيها فبياخد الموتسيكل بتاعه وبيمشي وبيسرح وهو سايق وبيكون هيخبط في عربية فبيحاول يفديها فبيقعوا وبيغمع لي وبيفوق تاني يوم في المستشفى وبتزعق لومنته لانها طلبت منه كتير انه يبطل يسوق متسيكلات وبتكون هي مع زو ما تعرفش ان جي عمل حدثة وبيخلي جي الممرضة تصوره وهو تعبان وبينزل الصورة علشان هي تعرف بطريقة مش مباشرة وبتروح صاحبته تزوله في المستشفى وبتقوله ان هي خارجة مع زو فبيغير وبياخد عكيز ويركب العربية ويروح لهم بلبس المستشفى ولما بيشوفوا زو بيتغس جدا انه بينطلهم في كل حتة وبيقرر انه يتكلم معاه ويقوله انه مش هيكون مناسب لها لانه اصغر منها وتصرفاته كلها طفولية وبيقوله جي انه هيعرف يكسب قلبها وانه هو اللي هيكون معاها في الاخر وبيتحدى زو بعدها بيركبوا العربية وبيرجعوا جي المستشفى وبتكون هناك لي وبتطلب انها تتكلم معه وبتاخدها على جن وتقولها تبعد عن جي لانها بتسرقوا منها وبتتدايق هي من كلامها وتاني يوم بتروح وهي متدايقة تحكي الكي صاحبتها وبتقولها صاحبتها انها لازم تختار واحد فيهم في اقرب وقت علشان ما تعلقش التاني بيها اكتر من كده وبعدها بتروح اجتماعات الشغل وبتفضل تشرب كتير لكنها بتحاول تتماسك قدام العمل بتاعها وبييجي جي واول ما بيمشوا الناس بتمسك فيه لانها بتكون دايخة جدا وبيوصلها جي وبياخدها البيت وبتكون حرارتها عالية جدا وبيقعد يهتم بيها وبيعمل لها الاكل وبيفضل جنبها وبيطلع ينظف لها البيت وبيشوف ورق المقارنة اللي عامله ليه هو وزو وبيتدايق جدا انها لسه بتقارن ومش عارفة تختار ما بينهم وبتصحة تاني يوم بتلاقيه مش موجود وبتلاقي ورق المقارنة عالطار بيضا فبتعرف انه شايفه وزعل ومشي وبتروح الشركة وبتلاقيه فبتطلب منه يروح لها مكتبها وبيعاتبها جي انها مش مهتمة بمشاعره وكل اللي هميمها ارقام وذكور واللي ذكوره اقل هتبعد عنه وانه مش لعبة وان الحب مش كده خالص وعمرها ما هتعرف تحب طول ما هي بتفكر كده وفاكرة شوية ارقام وانها هتفضل وحيدة طول ما هي بتفكر بالشكل ده وبيرجع البيت وبيفضل متضايق وبيفكر فيها وفي اللي بتعمله وتاني يوم بتعرف مامته انه بيحب هي فبتروح له البيت وبتقوله انه هيكون معاها في الشغل الفترة الجاية وانه هيروح معاها يزوره رجل اعمال مهم وبتطلب منه ينزل يشتري له هدية وبيروحوله فبتطلع الهدية البنت فبتحاول مامته تصلح الموقف وتقوله انها البنته ولما بيخرجه من عنده بتزعق الجي لانه مش ملك كسر اي حاجة وحطها في موقف وحش وبعدها بيرجع للشركة وبيكونوا عاملين ايفنت وبتستغل لي الموضوع وبتقول جي انها بتحبه قدام كل الناس والناس بتطلب انهم يكونوا مع بعض وبتيجي هي تزعق ان اللي بيحصل ده ما ينفعش يكون في الشغل فبيغزها جي وبيقول لي انه موافق وبيخدها وبيمشي وبتتدايق هي وبيكملوا الايفنت لحد ما بيخلص بالليل وبيرجعوا الموظفين البيت وبيفضلوا هما الاتنين بس في المكان وبيتكلموا وبتقترح هي على جي انهم يبدأوا صفحة جديدة مع بعض وبيوافق جي وتاني يوم في الشركة بيكون متشيك وبتيجي هي وبتدخل مكتبها فبيدخل لها الشاي بتاعها وبتلاقي ان الكمبيوتر بتاعها بايز فبيحاول يصلحه وبياخدوا معي عشان يصلحه وبيخرج من المكتب وتاني يوم بيكون في ايفنت جديد وبتحصل مشكلة والمحاضر ما بيجيش وبيحاول جي انه يتصرف وينقذ الموقف وبيطلع على المسرح وبيعزف ويغني وبعد الحفلة بتشكره هي وبتقوله انها موافقة انهم يكونوا مع بعض ويتاني يوم في الايفنت بيجي زو وبيحاول انه يتكلم مع هي لكن جي ما بيدلوش فرصة وبيتحجج له بان هي لازم تتابع الايفنت وتاخد بالها من كل حاجة وبياخدها بعيد علشان يشوفوا الشغل اللي وراهم وبتحصل مشكلة وبتتخلق بنتين في الايفنت وبيحاول جي انه يحل المشكلة وبتدخل لي تساعده فبتقع وتتخبط فبيجري عليها زو بيبين انه بتدى يتعلق بيها بدل هي وبياخدها علشان يتعمل لها الاسعافات ويتطمن عليها وبعدها بيروح زو يتكلم مع هي ويسألها اذا هي لسه معجبة بيه او لا فبتتأسف له هي وبتنهي الموضوع معاه لانها بتكون بتحب جي اكتر وبيروح جي كمان يتكلم مع لي ويفاهمها انه ما بقاش بيحبها وانها تحاول تنسي وتعيش حياتها لانهم مش هيكونوا مع بعض تاني وبتروح لي بعدها تعايت لزو تحكيله اللي حصل وهو بيكون معها وبيوسيها وتاني يوم في الشركة بتيجي مديرة جديدة مكان هي وبتتدايق هي جدا لانها اخدت مكانها وبتعايرها المديرة الجديدة انها مديرة مجلة علاقات لكن ما عندهاش اي علاقة وفشلة في الموضوع وبتاخد كمان مكتبها وبتنقلها المكتب تاني وبتكلم معيها جي وبيسندها وبيقولها انه معيها وهيفضل جنبها وبيكون كل الموظفين معيها وبيسندوها وبتقبل بوضعها الجديد وبتكمل شغلة على انها موظفة عادية مع جي وبعد ما بيخلصوا شغله بيخرجوا مع بعض وبياكلوا وبيتكلموا ويقضوا وقت سوا وبعدها بيرجعوا البيت بيلاقزوا ومستنيهم وبيطلب انه يتكلم مع هي الواحدهم وبيطلع معيها بيتها وبيقفل البيت وبيكون جي عايز يعرف هو عاوزها في ايه وبيقف يتصنت على البيت وبتقعد تتكلم مع هي وبتقوله انها مش عاوزة يكونوا مع بعض لكنها مش عاوزة تخسروا وانهم هيفضلوا اصحاب دايما وبيمشي زوه هو متضايق وبيلاقي جي على البيت وبيدخل البيت بعد ما زوه يمشي وتاني يوم في الشركة بتكلمها المديرة الجديدة بسلوب وحش وبيدفع عنها جي بتعرف ممتو باللي حصل فبتقعد مع هي وبتطلب منها انها تسيب المكان وتمشي احسن لهم وتبعد عن جي وبتوافق هي وبتقولها انها هتمشي وبتطلع تودع الفريق بتاعها وبتاخد حاجتها وتمشي فبيخرج وراها جي وبيقولها انه هو كمان هيمشي ومش هيسبها وتاني يوم بتصحى في البيت وبتكون زهقانة فبتقرر انها هتعمل خطة تشغل بيها وقتها الفترة دي لحد ما تلاقي شغل جديد وبتحط الخطط بتاعتها وبتبتدي تشتغل عليها وفي يوم بييجي ابوها يتطمن عليها وبيكون جي في البيت واول ما بيسمع صوت ابوها بيستخبى وبتحاول هي تتصرف كأنه مش موجود وبتخبيه فعلا لكن ابوها بيسمع الصوت وبيلاقيه وبيعرف انها بتقابل حد وبتعصب ويمشي وبعد ما بيمشي الاب بيحاول جي يهون عليها وبيكون عامل لها مفاجأ وطاعة تلعب وبيبسطها تاني وتاني يوم بياخدها ويروحوا يركبوا طيارة وبيكون هو اللي سيء وبيكونوا مبسوطين جدا سوا وهم في الطيارة بتحصل مشكلة وبيحاول جي يوصل لفريق انقاص بسرعة وبتكون هي خايفة جدا وبينزل جي بالطيارة بأمين وبتعترف له هي انها بتحبه بعد ما بتحس انها كانت هتموت من غير ما جي يعرف مشاعرها ناحيته وبيكونوا اخيرا مع بعضه مبسوطين جدا وهم مع بعض بييجي الجي تليفون ان مامته تعبت وجلها ازمة قلبية وبيروحوا بسرعة يتطمنوا عليها وبيكونوا معيها وبتطلب الام ان جي يكون لوحده وبتتكلم معي وبتخرج هي من القوضة وبتوصي الام على الشركة اللي عملتها هي وبابا وانه لازم ياخد باله منها ويخليها دايما نكحة وفعلا بيرجع يدير الشركة وبيرجع هي معي وبتكون دايما جنبه وبيفرح الموظفين بيرجعهم جدا وبيكون جي بيزبط شغله وبتلاقي هي انه حاطت موعيد كتير مع بنت اسمها ان وبتعرف انها حبيبته القديمة وبيقول لها انه محتاجها في حاجة تخص الشغل لكنها بتكون غيرانة علي جدا وبترقبه لما بيروح يتكلم مع ان وبتفتكر انه بيخونها معيها وبتطلع علشان تشوف فبيطلع انه فعيد ميلاد صاحبه اصلا وبتتحرج هي منه جدا وبيقعد يتكلم معيها وبيقناعها انه محتاجها في شغله وبس وما فيش بينهم اي حاجة وبيبدأوا يشتغلوا بكل جهدهم علشان يحافظوا على الشركة مع بعض وبيسندهم التيم بتاعهم وبعد ما بينجحوا انهم يعدلوا في الشركة بيروحوا المامت وبيحكوا لها اللي عمله بتتبسط جدا بجي وانه قدر يشيل المسئولية وينجح في قدرة الشركة وبعدها بتقعد هي تتكلم مع الام وبتقول لها قد ايه هي بتحب جي وانها ما قدرتش تبعد عنه زي ما اتفقت معها قبل كده لان حبها ليه حقيقي وبعدها بتخرج الام من المستشفى وبترجع للشركة وبتكون مبسوطة باللي عمله جي جدا وبتشجعه وبيخرج كل الموظفين يحتفلوا بجي وبعد اللي احتفال بيخرج جي وهي وبيقضوا وقت مع بعضه وبيكونوا مبسوطين جدا وبعدها بيرجعوا على البيت وبيتكلموا وبتشجعه هي انه يرجع يتسابق تاني في الموتسيكليت ويمارس هويته وانه ينسى اللي حصل في الحادثة الاخوه يكمل حلمه وفعلا بيتشجعه وبيبتدي انه يتدرب تاني علشان يدخل السباق وبييجي يوم السباق وبيكون متوتر جدا لكن هي بتيجي واتطمنه وبيبتدي لكنه وهو سايق بيفتكر اخوه بيتوتر جدا وبيفقد السيطرة لكنه بيفتكر كلامها ليه وبيقدر يكمل وبيفوز وبياخد المركز الاول وبيكون فرحان جدا وبيخرج مع صحابه بعد السلام الجايزة وبيحتفلوا بيه كلهم وبعدها بيرجع هو وهي البيت وبيلاقي اختبار حمل فبيفتكر انه حمل وعمل له مفاجآة علشان تقوله وبيكون مبسوط جدا ويتاني يوم بيعمل لها مفاجآة وبيطب ايديها للجواز لكنها بترفض وبيقولها انها حامل منه واحسن يتجوزوا فبتقوله انها مش حامل وان الاختبار بتاع صاحبتها كيمش بتاعها وبتقوله انهم محتاجين وقت اكبر مع بعض علشان يقدروا ياخدوا الخطوة دي وما يتسرعوش وبيبتدي يجي ينقل حاجتوا لشاقتها علشان يبتدوها خطوة خطوة ويعيشوا سوى الاول وبيكون معاها دايما وبيشاركها في كل حاجة وبيحاول كل شوية يفتحها في موضوع الجواز فبتقرر انها تاخدوا وتعرفوا على عائلتها ويتعشى معاهم وبيقعد يتكلم مع ابوها وبيقنعها انه هيحافظ عليها وياخد بله منها دايما لحد ما بيقنعه وبعدها بياخدها جي وبيخليها تشوف اخو في المستشفى وبيعرفها عليه وبعدها بيجي له شغل برا وبيضطر انه يسافر وبيودعها وبيقول لها انه هيكلمها دايما وبعدها بيرجع وبيعملوا افنت كبير لنجاح الشركة وبيكرموا فيه الناس اللي شاركت في النجاح ده وبتتكرم هي وبتعرض فيديو وبتقول فيه الجي انها بقت مستعدة انها تتجوزه وبتطلب منه الجواز وبيوافق جي وبيكونوا اخيرا سوى للابد وبتطلع تحكي قصتها في البرنامج بتاع صاحبتها وبتكون قصة حب ملهمة لكل الناس وكده بيخلص مسلسلنا اشوفكم بقى في ملخص جديد سلم